بالطبع ينبغي أن لا نركن أبدا إلى التسليم بسقل تنفيذ هذا الاتفاق لا يمكن التعويل على الجدول الزمني لتنفيذ اتفاق ستوكولم بهذه الكلمات التي تخفي خلفها إعلانا بفشل تنفيذ اتفاق السويد بين الحكومة وميليشيا الحوثي استهل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث إحاطته المقدمة لمجلس الأمن الدولي بخصوص تطورات الوضع في البلاد إحاطة حاولت القفز على حقائق الميدان وحملت معها جرعة تفاؤل معززة بالأمثلة التي لا تبدو واضحة لجهة الواقع الميداني إلا من انخفاض العمليات الجوية للتحالف وهي إشارة إلى ملامح التقارب السعودي الحوثي التي غطاها دخان النيران المتصاعدة مؤخرا في قلب المنطقة فيما يتعلق بتخفيف حدة التوتر في العمليات العسكري أنا قلت في هذا المجلس في نوفمبر أن الحرب القوية في اليمن قد انخفضت بمعدل ثمانين في المائة هذا إنجاز ملموس آنذاك تحدث المبعوث الأممي وفي جوفه الكثير من التعقيدات التي يحاول إخفاءها لكن المهمة تتطلب منه الكثير ليقول غير ذلك من اتفاق استوكهولم إلى اتفاق الرياض نجح جريفث في تجزئة الأزمة اليمنية لكنه فشل في تقديم الحلول الشاملة لها كالعادة يظهر غير ذلك في هذه القاعة بوجه عبوس ومن لسانه تخرج الكثير من عبارات الأمل والتفاؤل حتى لك أن حرب اليمن أوشكت على نهايتها فبينما يتحدث عن تراجع العمليات العسكرية تثناد الأصوات والنداءات من ريف الحديدة والضالع على وقع عمليات القصف العشوائي والمواجهات واقع يبدو مزدحما بالأسئلة بشأن إمكانية استمرار ما بنى عليه جريفث تفاؤله كأساس متين يمهج لمراحل أخرى ومثلما تحدث المبعوث الأممي عن المسجدات السياسية والميدانية تحدث أيضا عن تطورات الإنسانية والاقتصادية لكنه تعمد تجاه الانتهاكات الحثيين بحق النساء والأطفال في مناطق سيطرتهم وكذا إجراءاتهم تجاه العملة النقدية الجديدة وهو ما اعتبرها منذوب الحكومة اليمنية لدى الأمم المتحدة إجراءات تدميرية للاقتصاد الوطني